اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتب كاب وينك في السيرج بعدين اضخط على تولز ولك حساب بعدين اكتب ترانزليت في السيرج اضغط اول واحد بلود فايل وحط المقطع اضغط على اوتو جنريت اضغط هذا اضغط لغة المقطع وهني ترجمة اضغط اوتو جنريت بعدين بيكون عندك يا جاهز راح اخبركم اكثر عن المحتوى اللي اقدمه عبر منصات تواصل اجتماعي محتوى متخصص في التكنولوجيا لك في بعض الاحيان اصنع عن معلومات ثانية تحتاجها الناس يمر المقطع عندي في عدة مراحل اول شي ابحث عن اكثر الاشياء اللي محتاجت انها الناس ومن ثم معلومات دقيقة من معرفتي او كتب او مواقع موثوقة في مقاطعي مواضيع مختلفة مثل طرق النصب لتجنبها ومواقع مجهولة ممكن تختصر لك وتساعدك في كثير من مهامك اليومية وبعض المعلومات التقنية اللي لازم تفهمها الناس دايما نكون حريص ان المحتوى يكون فيه ثلاث اشياء ابداع وفايدة وانه يكون قصير بحيث ان المشاهد ما يمنل اثناء مشاهدته للفيديو خلونا نشوف مع بعض فيديو ونتابع الوزون عنصر طبيعي مكون بارتباط ثلاث ذرات اكسجين واذا سعدنا في سلم ارتفاعها مو بين 15 الى 30 كم في الغلاف الجوي منوصل لمنطقة تزيد فيها تراكيز عنصر الاوزون واللي تسمى بطبقة الاوزون تحمينا طبقة الاوزون من اشحة الشمس الضارة وتمنع 98% من الاشحة الفق البنفسجية من الوصول للبشر والكائنات الحية مركبات الكلورو فلورو كربون سبب التلوث وترقق في الطبقة اللي يسمى ثقب الاوزون اللي يتواجد بشكل رئيسي في القطب الجنوبي والعديد من المناطق الاخرى مثل اسيا وافريقيا وغيرها من المناطق هل لدى ولدنا الحبيب الدور في حل هذه المشكلة؟ بالتأكيد من خلال توقيع الاتفاقيات عديدة تساهم في تقليل الانبعاثات لورو فلور كربون والنتيجة يستقايي ان طبقة الاوزون تتعافى وتأدي مهامها في حمايتنا وحماية كوكب الأرض وعندي نصايح بغي تقدمها للمقبلين على صناعة المحتوى وهم في عمر صغير بداية تسلح بالثقافة والمعرفة ودرب نفسك على امتلاك الجرأة وابدب اللي عندك لا تبدب اشياء كبيرة ومنع الوقت تطور معداتك الحين تقدر تصور بالتليفون مقاطع احترافية لصناعة المحتوى ولا تخاف من الفشل لان الفشل هو البداية الحقيقية للنجاح ثقب نفسك وبقدراتك حتى لو مريت بصعوبات بالعكس هاي الصعوبات لازم تقويك وتخليك منصر تكمل وان حاليا اطمح اني اطور من فيديوهاتي اكثر واكثر من خلال صناعة محتوى مميز يلاقي اعجاب الجميع واركز على تطوير قدراتي ومهارتي في الالقاء وتعلم مهارات مختلفة تخصص صناعة المحتوى اراويكم كيف تشوفون مسجات ممسوحة في واتساب نفس ما تشوفون هنا المسجات ممسوحة الاعدادات ونوتيفكيشنز تحت وادفانس ستنجز نوتيفكيشن هستري ننزل تحت ونروح دو واتساب ويراوينا كل المسجات هاي الممسوحات وما ننسى اننا في عصر الاعلام الرقمي واصبحت منصات تواصل الاجتماعي ماتقل اهمية عن شاشة التلفاز بالعكس كان لهذه المنصات دور كبير بتعريف الناس على مواهب وشخصيات مهمة قادر تقدم محتوى هادف اتمنى اوصل لعدد متابعين اكبر على انستجرام وغيره من التطبيقات واقدر حقق نجاح وشهراء بشكل اكبر وما زلت في بداية الطريق والقادم اجمل بإذن الله اليوم ننسى مبخر بطريقة سهلة بادوات بسيطة جهزوا ادواتكم وتابعوني نخلط الاسمنت وي الماي نحطه في القالب نحط قطعه معدنية ونضغط عليها نخليه يجف والحين المبخر جاهز بهاي الخطوات البسيطة سويتها المبخر والتركيز على المواضيع التكنولوجيا هو هدف اساسي لي وامل اني ادرس صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي عشان اصنع ابتكارات اتفيد البشرية في المستقبل من المهم كل صانع محتوى يرحق شغفه ويقدم محتوى خاص فيه خلوني اخبرك عن بعض المواقف اللي صارت وياي اذكر قبل كنت طالب عادي في المدرسة اروح امشي كل شي عادي بعد ما دخلت صناعة المحتوى كل شي يتغير صاروا الطلاب اللي ما عرفهم يعرفوني ايون يتكلمونوا اياي يقول نكت وصاروا التلاميذ والاسادة يسئلوني اسئلة تقنية واحفزني اني ارجع البيت وابحث اكثر عشان اثقف عمري واذا ايحد سألني سؤال اعرف اجاوب عليه قبل كنت اني ترى ان نوصع 10.000 متابع بس اشان نحط لينك في الستوريات واليوم برايكم كيف تسوون هالشي بدون 10.000 متابع ندخل الستوريات ونروح استكارات ونكتب لينك نختار هالستيكر وندقه بعدين نحط الرابط واذا ما وصلت لك الميزة بتوصلك قريبا وعشان تشوف ميزات ثانية تابعني ولا تنسى اللايك والكومنت وبرأي صانع المحتوى مو بس في التواصل الاجتماعي بل حتى في المجتمع لان ايحد بعدين اذا سأل من اعطاك المعلومة بيقولون سيف فلازم معلوماتك دائما تكون دقيقة وطبعا عندي هوايات متعددة غير صناعة المحتوى مثل تركيب الروبوتات وبرمجتها وصناعة المواقع فمن هذه الاشياء قدرت اني اسوي مشروعي الخاص واخذ المركز الثاني في اولمبيات الروبوت العالمي في الدولة وامل اني اكون من اللي ساهمه في بناء جيل قادر وفاهم في التكنولوجيا ومن اللي يقودون بلادنا الى المزيد من النجاح والازدهار خلصت حلقتنا لليوم من برنامج صناع المحتوى اتمنى تكون الحلقة نالت اعجابكم اشتركوا في القناة